اهلا بحضراتكم مرة ثانية لسا معكم من خلال الاهل الليلة ونرحل في بداية هذا اللقاء بواحد من نجوم الكرة المصرية سابقا ونجوم كبار في تاريخ نادي الترسانة واحد من اشهر الاندية المصرية على الاطلاق والاشهر في تاريخ الرياضة المصرية واحد منهم بالتأكيد هو نادي الترسانة بما له من جماهيرية وتاريخ عريق وايضا ضفنا في هذا الحوار هو صاحب تجربة اكثر من ناجحة وخبرات كبيرة في عالم التدريب داخل وخارج مصر على مستوى الاندية او المنتخبات كابتن شاكر عبد الفتاح على محضرتك اهلا بيك ويجميع المشاهدين وان شاء الله ربنا يقدرنا ان احنا نقدم حالة ونستفيد منها اكيد ان شاء الله كابتن شاكر فنيا ليه خرجنا من البطولة في هذا التوقيت وبهذا الشكل الهزيم طبعا يعني اولا بسم الله الرحمن الرحيم كرة الخدم هي عملة ذات واجهين وخصوصا البطولات يعني الوصول للنهائي او الخروج لكن المحزن خروج مبكر اه كان له تأثير او حيبقى ليه تأثير شديد اوي في نجاح البطولة اللي الكل يعني كان مبسوط بان مصر تستضيف البطولة اه في وقت دايق مش كبير اوي اه كانت حتبقى بالمفروض ان لو استمرنا قد هتعود على البلد بآيو بفوايد كتير على البلد حتى لو ما خدتش مصر البطولة في النهائي بس استمرت حتى السيبي فاينال اول فاينال اول فاينال لأقصى زمن ممكن في البطولة اه طبعا ده للأسف حيبقى ليه تأثير سلبي على البطولة نفسها لان الجماهير هي ملح المبريات فطبعا بما كان عند الجماهير المصرية من دافع وطني نمر واحد ان هما يوقفوا مع منتخب مصر من اجل الحصول على البطولة كل الفئات الشعبية كل المسئولين الدولة بكل مسئولينها مسخرين لخدمة البطولة الشباب الاطفال النساء الشابات فنانين رياضيين كل فئات الشعب كانت على استعداد لانها تساند بالرغم من ان من البداية الناس كانت بتقول ان الاسعار بتاعة المبريات عالية الزمن وغالية لكن برضو كانت الناس بتروح والاستاذ ببقى فده طبعا هبقى ليه تأثير سلبي كبير لكن لو رجعنا ليه قصة ليه احنا خرجنا بدري دي ليها اسباب كتير زي ايه اسباب فنية و اسباب نفسية و يتحمل المسئولية في الحالات اللي زي دي بيبقى نمرة واحد الجهاز المسئول عن تشكيل المنتخب اولا يعني شيء غريب جدا احنا طبيعة اللعب المصري لو رجعنا من ايام المرحوم الكابتن جهري كان دائما المعسكراته بتبقى طويلة ليه لان عملية الانسجام والفكر اللي المدارب المنتخب عنده المفروض فكر ورؤية بناء على الفكرة والرؤية بتاعته بيختار اللعيبة اللي مواصفاتهم تتطابق مع رؤيته يعني انا اذكر طبعا بمدارة لذكر اسماء احد اللعبين النجوم كبر اوي 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 وحبا اقولهو لك بعد الحلقة ان شاء الله كان في ناس بتقترح على كابتن جهري عايز يعني ياخده كان هو لسه في بداياته كان هو عنده اوجة نظر معينة اللعب ده بطيء شوي هو كان المواصفات اللي عايزها في اللعيبة اللي عنده يكون بيتميزه محنش هيزعل منها كابتن شاكل لنحن نتكلم فاني لا مش مش مزيق فانا حمسك في التفصيل دي عشان يبقى المسال وضع للناس شو راج بتدي مثال هنقيس عليه اللي حصل في فترة فكان من النجم ده يعني انا متمسك به النجم ده كان كابتن ابوتريكا وكلام طبعا انا سمعته من المدربين اللي كانت شغالة معه فكانوا بيقولوا في فلان في المكان الفلاني فكان لسف التنسان وقت داية تقلقه معنا دي تقلقه فالهم الله هو يعني في عنصر السرعة عنده مهواش عالي قوي وانا محتاج لكن هو طبعا كلاعيب كورة بيمتلك امكانيات عالية وكل حاجة بس انا عايز اللعيب في مواصفات واحد اثنين ثلاثة بعد كده بقى ابوتريكا نجم من النجوم ده لا يقلل أبدا من فكر ورؤية كان الكابتن جوهري بدليل انه هو ساعتها برضو يعني فوزنا ببطولة افريقيا سنة تمانية وتسعين ووصلنا طبعا لكاس العالم مع مجموعة من اللاعبين في فترة فطبعا فدي بتبقى نمرة واحد رؤية وفكر بختار على اساسه لاعبين فكان الفكر ده وده يمكن معتاد برضو مع كابتن حسن شحاته كانت فيه معسكرات طويلة لعملية الانسجام والتناغم بين اللاعيبة وبعضها والفكر اللي عند المدرب ممكن ياخد منه وقت عبال ما يستوعبوه طبعا هما لعيبة كرة بس هو عنده رؤية معينة بتحتاج بروفات زي اي حاجة يعني مثلا انت لو بتعمل مصرحية المجموعة الممثلين فيهم ابطال وفيهم كذا وفيهم كذا وبتعمل بروفات كتير وبتكرر المشهد دوت وبتكرر الجملة ديت وهكذا كرة الخدم بنفس الايه الطريقة فالغريب وده يمكن برضو سبب اللخبطة بتاعة تأجيلات مريات الدوري النهاردة نلعب لا بكرة فالمنتخب دخل معسكر قبل البطولة بعشر تيام لعب خلالهم مباراتين حتى المباراتين كنت بتلعب بمجموعة في شوت وبتلعب بمجموعة في شوت تاني فانت النهاردة كمدرب عندك رؤية عندك تكتيك والتكتيك بتاعك دوت في مرونة دفاعية وهجومية فانا النهاردة بحلعب تلات مباريات التلات مباريات دايما في الدور الأول بتبقى متدرجة ده انت ممكن تخسر ماتش الافتتاح وده حصل سنة ستة وتمانين مع مايك سميس الانجليزي وكان معه المرحوم الكابتن شيحتة خسرنا في ماتش الافتتاح كان تقريبا مع السنغال او كودفور مش فاكت بالزبط يعني خسرنا اول ماتش واخدنا البطولة انت اللي برضو كانوا معسكر ومعسكرات كانت الى حد ما طويل عشان المفهوم والفكر والرؤية اللي عندك كجهاز توصل للعب وبعدين بتاخد وحدك بتقول من كلامك ده ان احنا طول عمرنا مؤشراتنا بتبدأ وبتزيد تدريجيا وبتزيد تدريجيا لأعلى نقطة في النهائي اي طول مش العكس مش كمان الاداء بيقل من مباراة الاخر ايوة فطبعا شيء غريب انك انت كمعسكر انك تخش قبل البطولة بعشر تيام طب ما انت عندك احتمالات انت هتلعب ثلاث ماتشات في الدور الاول الثلاث ماتشات دول ثلاث فرق مختلفة فاحتمالات كبيرة طبعا هناك تغيير طفيف مثلا او كبير في الاسلوب اللي هتلعب به هنا او الوسائل المستخدمة هنا غير الوسائل المستخدمة طبعا المنافس بيه لغير لازم تلعب لانت تتغير ايه معاك والوجبات بتاع اللعبة ممكن تتغير معاك طبعا يعني ده اعتقد انه كان له تأثير في الاعداد النفسي لان انا اما اجي اجي اقول ايه بلعب على البطولة يعني انا اذكر برضو اه اه كابتن جهر الله ارحمه يعني هو حاضر معنا لان دي امثلة كتير انا اعرفها ساعة ما مسك منتخب مصر اه تسعة وتمانين اما وصلنا كياس العالم تسعين اه من اللاعبين يعني اللي كانوا معايا انا ما كنت بطلت طبعا اه ما اسعدنيش الحظ ان انا يعني اكون اه معاهم يعني اه كنت بطلت بقلي فترة اه واحد من اللاعبة اه بحكم علاقته كان بيوه وكان برضو من عندنا من التنسانة فبرضو انا كرجل بشتغل في المجال برضو اه ببقى عايز اكتسب خبرات معينة اياميها او اخد اخد افكار او اخد افكار من البعض وكان محمد رمضان بيقول لي اول اجتماع للمنتخب كان الكابتن جور اللي ارحمه حاطط عنوان كده او هدف الوصول لكأس العالم ايطاليا سنة التسعين خلاص هنا بقت اللاعبة دخلة خلاص ده الحافز اللي هيبدأوا يفكروا فيه ده الهدف اللي بيشتغلوا عليه ده الهدف الفريق فالكل جاي يشتغل فنمر واحد كاعداد نفسي طويل المدى خليت اللاعبة متعلقة بهدف بتعمل على الوصول من اجله صحيح كان عملية تدريجية من تصفية لتصفية لتصفية لحد لايه الوصول احنا للأسف ده ده وجهة نظري ما اعتقدش ان ده حصل ليه لان الفترة كانت تقول ايه لا قوي المنتخبات المنتخبات ما كانش بيتجمع كتير ممكن كان الكابتن جواري بيجمعهم كتير مع الكابتن حسن شاحاته تجمعه كتير مع المدربين كلها كانوا بيتجمعه كتير اذا ده صفة اصيلة في اللاعبين المصريين ان لما بتكون وخصوصا لما بتداخل بقى تلعب في بطولة يعني زي الايه الحالة الاجتماعية مؤثرة فينا احنا كأسرة لما بيجي مثلا شهر رمضان تلاقي الأسر كلها بتجتمع حتى اللي ما بيشوفشه فلان ولا علان فرمضان بيجتمع معاه على الفطار على صحور على 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 فدي يعني صفة اجتماعية وطبعا الصفات الاجتماعية بتنعكس تلقائي على العمل اللي انت بتشتغل فيه فدي اعتقد انها اصرت ممكن يطلع واحد يقول لك يا عم ده لعيبة كلهم محترفين ايهم كلهم محترفين بس ما بيشتغلوش مع الراجل ده ما بيجتمعوش كلهم مع بعض الانسجام الاجتماعي ان انا وانت بنلعب مع بعض زي اوجد روح الفريق بس انا ساكن مش عارف فين او بلعب فين وجاي النهاردة بسمع عنك لكن ما قعدتش معك تفكيرك انا ما دخلتش جوا اما بنقعد مع بعض كالعيبة بنقعد وخصوصا اللي اختوتهم مريبة من بعض او مركزهم مريبة من بعض بياخد ويدي مع طبعا ما بتيجي للتوجهات للمدرب مع التدريبات طبعا بتبقى فيه ارتياح نفسي وفني يعني هل حضاك كلامك ده معنى انك ما كنتش شايف ان فيه تناغم بين خطوط الفريق او عناصر الفريق في البطولة اعتقد طبعا الاعداد الفني والنفسي ما كانش بالدرجة الكافية ليوصلنا للنجاح المطلوب يمكن كانوا معتمدين نسبيا على ودي اعتقد من خلال حتى الدعاية والاعلان ان احنا بنلعب البطولة في ملعبنا والفكرة كلها اللي عندنا النهائي هنلعبوا مع مين مفكرناش في الخطوات الاولانية حتى بدليل ان الجماهير وامال الجماهير انا قولك ولادي كانوا بيفكروا هنقبل الكاميرو والنجاري بعد الماتش بتاع جنوب افريقيا لا انا بتكلم طبعا قبل ماتش الكاميرو والنجاري الجمهور بيتكلم عن اللاعب مين فيهم ايوه دي ديني من الواحد لا دياريت بيقولها اللاعب مين فيهم كانوا بيتكلموا متش كاميرو افريق خلص انت هتلعب معا لان الاعلانات كلها بتقول ان الباب بيع التذاكر للفترة اللي جاء كلها هيغلق تقريبا يوم تسعة يوليو فكانوا بيفكروا زي هيروحوا يشتروا التذاكر فالناس كانوا لها كان عندها امال بس احنا كجمهور بقى كبت انشاكل بعيدا عن كنا اعلاميين او حضرتك بخبراتك في عالم التدريب لنا لنا اعذار في ده ان احنا وصقين على ارضه على ملعبه الدولة كمل منتخب ان ما فيش مبارك ايوه انت هنقابل منتخب زي الجزائر مثلا اللي هو ظهر برضو باستوى قوي لانه هم هيئوا الناس لان احنا مكملين سكتنا مكملة للنهاية ده شيء جميل بس هل انت ساعت اشتغلت صح واشتغلت عشان تبقى ماشي في الطريق ده طب سؤال بقى ضمن منظومة العمل دي وقبل ما ننتقل للجانب الفنية والتكلفات الجاري وجهازه الفني موجود تاريخ مصري في كرة القدم بيقول سواء بقى مع كابتن حسن شحاتر ربنا ديل الصحة مع الكابتن الجهري رحمه الله كاس أمم 98 مستوى احترافي عالي جدا في الأداء واستفادة بكل الفرص اللي وتيحت لنا ودفاع منظم إلى آخر ما قيل عن الفريق 2006-2010 و2008-2010 جيل طبعا متعب تريكة حسام غالي حسني عبد الرب بوزيدان والجمع هذا الجيل العملاق من النجوم تلب بطولات ظهور وفوز على بطل العالم إيطاليا حامل لقب لقب كاس العالم وعرض أكثر من رائع من أفضل عروض التي تقدمت في تاريخ كرة المصرية أمام البرازيل وفوز صعب البرازيل 4-3 إلى آخر هذه الأمور ويوجد لنا كمان في الزاكرة مع الكابتن الجهري مباراة من أحلى المباريات واحد واحد مع هولندا وتعادلين وهزيمة واحدة في مجموعة ده مع مداربين مصري أما ما لدينا في الذاكرة على المداربين الأجانب ثلاثة هزيمة صفر نقطة في كاس العالم روسيا والسعودية وروجوي بنخرج أمام الكاميرو وعمرنا ما كنا بنخسر فاينال بطولة أفريقيا ده مع الأخ السابق المدير الفني كوبر ويالي أجاري وهو شبهه قوي الحقيقة في طريقة الأداء يعني درق في تجارة أن هم جايين من مدرسة كروية واحدة إيه عقدة الخواجل اللي عندنا والله يعني شيء طبعا أعليه علامات استفهام كبيرة يعني لو جينا حتى برادلي ساعة ما جوم يتعاقدوا معاه بوب برادلي الأمريكي بوب برادلي الأمريكي أنا هتتعاقد مع مصر ومع فريق مصري ودولة مصري هالي هتتعاقد معاه أنا بروح أوقع معاه ليه العقدة في إنجلترا ما دي عليها علامة استفهام كبيرة أول وفي ناس تقدر تجاوب عليها من الموجودين حاليا وعاشوا الفترة دي كلها أنت النهاردة أجيري إيه اللي استندت عليه عشان بتختاره ضمن مجموعة من المدربين بعد كس العالم 2018 من هي المدربين اللي انت اتفاوتت معاه تبقى لرؤية وتخطيط قصير المدى وبعيد المدى خاص بكرة القدم في مصر ومن تقييم موضوعي لشكل الكرة اللي بيقدمها المدرب ده طبيعي عرف حضاك تتذكر بعد كس العالم أما قاله كوبر مش هيكمل قاله اسم أو أشار اسم المدير الفني أنا مش هتذكر الاسم ده اللي كان ماسك منتخب أستراليا في كس العالم طبعا المباراة تقولنا المنتخب الأسترالي لم يقدم شيء ملفت في كس العالم ولا كرة كانت يعني ناس تكلمت عنها لا أصلا المدربين المدربين أصحاب الإمكانيات والقدرات على مستوى العالم معروفين فلكن انت ايه رؤيتك وايه الأسس والمواصفات اللي عليها بتختار وخاصة أنا أما اديله مية وتمانية أو مية وتسعة ألف يورو في الشهر ده مش مبلغ ده أنا يمكن يمكن بقيت زي زي أسرياء الدول العربية اللي هي بتجيب عندها قدرات عندها إمكانيات يعني زي مثلا الإمارات جابت كارلوس قبل كده جابت مدربين لها أسماء كبيرة بتاخد فلوس انت كمان دخلت في الايه في الشريحة الأعلى شريحة عالية في المدربين وإحنا شايفين حوالينا ناس بتقدم مستويات أفضل وبروها تبقى أقل مستويات أفضل بمدرب مدير فني لمنتخب الجزائر بيتخضاء تقريبا نصف ما يتخضاء أجاري الحاجة التانية في واحد في الجهاز كان لعيب كبير يعني ما سمعناش انه بيمرم في حتة سالجادو مشيل سالجادو الباكل يمين بتاع ريال مدريد أكيد وبعدين بعد كده قارفنا انه ما بيجيش غير على لو عندك مباراة أو عندك بطولة بيجي قابليها بأسبوع يعني هو فيه مدرب أنا أعرف ان فيه دكتور زائر محاضر زائر يشتغل بالقطع لكن مدرب مدرب زائر ما يعرفش حاجة عن اللعيبة غير لما ييجي وأكيد صوته مسموع مع المدرب هل ده لمجرد انه كان سالجادو الباكل الكبير العظيم مع ريال مدريد ومع أسبانيا يعني مع ان ده مش معيار يعني العيب الكبير ما فيش أفضل من ماردون تجاربك مدرب ملاش علاقة فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي برضو تحطه قدامها علامة استفهام طيب انت جايب جهاز ليه التشكيل دوت كله حالك ما بتزعلش شخصينا ما تلاقي طول الوقت تصريحات من المسؤولين عن الكرة أو الرياضة في مصر تحديدا كرة القادة المتحدة الكرة يقول لا لا لفترة الجاية ما تنسبش المدرب المصر يا جماعة ما عندناش في تاريخنا إلا ناجحات مع مدير فن مصر انتوا ليه ده مش حاطينه قدامكم تشتغلوا عليه طبعا حاجة زعل يعني بصفة عامة سواء حتى على مستوى الانديية انا مكلم عن مستوى حتى المنتخبات في بعض النجاحات سواء على مستوى الانديية او مستوى المنتخبات ما فيه انديية فيه انديية ظروفها وطبيعتها لازم يكون عندها مدرب اجنابي وحتى المدرب الاجنابي اللي بيوجود بيبقى معاه ناس فنيين نصريين نصريين من النادي ان ما كانوش مساعدين عمليين معاه في الملعب تبقى على اقل فيه لجنة كورة عندها رؤية عملية مش لجنة كورة صورة انا بس مجرد اقول انا عندي لجنة كورة لا نفس القصة احنا عندنا في اتحاد الكورة مين اللجنة الفنية اللجنة الفنية دي روح اتحادات الكورة في العالم كله ان هي اللي بتخطط وبتختار وبتقول الرأي الفني اللي بيؤثر في القراء ده الاتحاد الدولي بيشكل لجنة فنية لما بيجي يعمل شيء ليه لان دي لجنة مهنية النهاردة انا عايز اعمل حاجة في الهندسة هجيب لجنة هندسية ولا لجنة طبية هجيب لجنة هندسية دي اللي هي التكنقراط دي اللي هي من المجال نفسه لازم تشتغل الحاجة العملية الناس اللي هتشتغل دي برضو نقصة في الاندية كلها في مصر يمكن حتى النادي الاهل الفتر اللي فاتت ما كانتش موجودة كانت موجودة وبعدين حصل حاجة بعد كده عملوا لجنة فنية للتخطيط كمان وللشغل داخل النادي الاهلي طبعا قيادة استاذنا الكبير كابتن طاع اسماعيل وطبعا جميع الاخوة الزمولة اللي معا عند حضاك تفسير لده فكرة انه طول الوقت لازم مدير فني المنتخب اجنابي 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 وناخد كل درس وناخد كل مقلب في مدير فني ورد تاني ليس فنيا على المستوى يعني كابتن الجهري الله يرحمه كابتن حسن شحيتا هتقدنهم بلغة كرة القدم يحضروا يدوا دروس في كرة القدم لبعض الناس وقيمة مالية ضخمة كأنه متعاقد مع خبير هيعمل طفرة وضطوية مفيش من يتعلمش هي القصة احيانا احيانا وده طبعا مش عزر ان يقولك ايه انا هبعد عن اختيار مدرب مواطن مصري عشان الحساسية طبعا بيقولك ده مش عزر ابدا انت ماد عشان كلا بنقول ايه دايما شوف نسبة نجحتك مع مين اذا دي الشخصية الملأمة نفس القصة بتبقى موجودة في الاندية ممكن تروح تجيب مدرب كويس وكبير او لكن احساسه و يعني فكرته عن المكان تكاد تكون صفر وبالتالي بيبقى غصبا عنه لما يحصل اخفاق لكن برضو بتلاقي المسؤولين بيحاولوا يجيبوا شكل اسم لمجرد انه ايه نوع من الدعاية او نوع من ان انا ايه بعدت عن كذا او بعدت عن كذا انت اهم حاجة عندك انت رؤيتك ايه وتجيب الشخص المناسب لتنفيذ الرؤية للعمل على تحقيق الاهداف من خلال الرؤية اللي انت بتتكلم ده الكلام بقى اللي لو بنطبق اللي حضاك قلته ده كلام مهم جدا وبنعرف نحط استراتيجية كروية فنية حقيقية عشان اجيب حد يشتغل على البروغرام ده اللي معمو ولا انا بجيب مدرب واشوفه عايز يعمل ايه ايه اللي في دماغه يعني يحب يعمل ايه لا هي القصة كلها يعني ما تعرفش ايه هي الاسس اللي بناء عليها يختاروا المدرد طيب في حاجة تانية تقالت برضو عايز حضاك تعلق عليها وكلام ده يعني هنكمل رؤية حقيق للمدرب والجهاز الفني وقدراته واداءنا خلال البطولة دي من الناحية الفنية قبل البطولة وتوقفنا عن الكلام جواءت كان الشارع المصري كله المشاجعين المصريين اللي دعموا هذا المنتخب بلا حدود وكانوا يتمنوا يدعموا الاخر يوم في البطولة وما زلنا نقول الكل كان يتمنى فوز منتخب مصر ونجاحه مش اي اخفاقه محدش يمكن ان يسعد باخفاق منتخب بلده إلا لو كان مريض لكن الكل بيقف على أسباب الفشل عشان ما تتكررش وبيقول لابد من مراجعة حقيقية لأسباب الفشل خصوصا لو تكرر وتكررت نفس الأخطاء في الاختيارات أو في المجاملات والحاجات اللي سببت المهزلة اللي شفناها دي كابتن شاكر ناس قالت ان فيه لعيبة كتير كانت أحق بالانضمام للمنتخب والنوم كانوا هيعملوا لنا بلغة كرة القدم دكة قيلة مميزة ممكن لو تعثرنا في أي مطش المداري بيلاقي حد يسنده بره جهاز الفني أسر وجينا في وقت وقلنا خلاص نتوقف بقى عن النقد وعن الاختلاف مع المنتخب الآن وقت دعم المنتخب ونبتدي البطول هداك مع الأراضي اللي كانت بتقول فيها أسماء كتيرة ممكن هكتستعرض بعض الأسماء اللي كنت تتكلم هو طبعا الاختيار هو بيبقى وجهات نظر الأول بس فيه حاجة قبل وجهات النظر يمكن أنا اتكلمت عليها في الأول لأننا عارف أننا هنيجي للنقطة للنقطة دي رؤية المدير الفني أما قلت أن الكابتن جوهري الله يرحمه كتعنده رؤية وحط مواصفات لمين اللي يقدر يطبق الرؤية دي اللي هو عايزها وبناء عليها ليختار النوعية اللي هو عايزها احنا للأسف الشديد معرفناش وده مش عايب لما أنا كمدير فني بقول أنا محتاج مواصفات اللعيبة اللي تبقى معايا يكون عنصر اللياقة البدنية يكون عالي المهارة نشيء طبيعي لأنه لعب كرة قدم بس المهارات ما هي بتختلف فيه مثلا كابندي مثال بسيط بطولة وبتلعبها في مصر الفرق اللي هتلعبك كلها بشكل عام هتلاقيها بتدفع بشكل قوي يبقى أنا محتاج للعيبة زو مهارات عالية وخاصة في المحاورة يبقى أنا محتاج للاعبة بدنيا عالية وخاصة أنك بتلاعب لعبين القرة الأفريقية كلهم بيتميزوا بالقوة وبالسرعة وبالجسم القوي بالإضافة لأن كمان ناحية المهارية والتكتيكية ارتفعت بشكل كبير عن قبل كده فأنا المفروض أبحط مواصفات للعبين اللي أنا هيشتغلوا معايا وينفزولي الرؤية الرؤية الفنية بتاعت إحنا ما عرفناش هي إيه المقييس الأول لأن إحنا أصلا من الأول ما عرفناش هي إيه المقييس اللي جابها هي الرؤية الفنية اللي عايزين نطبقها اللي إحنا عايزين نطبقها واضح أنه هو يعني عنده فكرة أو بيعتقد في حاجة معينة أن الله بالليبيال عبارة محترف في أوروبا هو بالنسبة لي ده جاهز مية المية فأنا هستخدمه وخلاص ما كانوا وحدوص على الزرار وحدوص على الزرار وخلاص بدليل إن إحنا عندنا لعيبة في المسابقة المحلية بتاعتنا أجادوا بشكل كبير و دي وجهة نظر يمكن ممكن تكون خاصة بي ممكن كتير ليتبنوا الفكرة دي يعني أفضل لعبين في البطولة دي يعني مثلا في لعيبة تخطوهم ما خدهمش ما أنا برضو قلت لك الأول لازم رؤيته هل هو طالر رؤيته إن مثلا لأ أنا لسه هتكلم حرجع لسؤالي تاني إنه مش ناسي السؤال دا إنه عايز أعرف رأي حضاك في الأسماء اللي قيل إنها لو كانت انضمت كانت ممكن تبقى على دكة البودلاء لها تأثير أو تتأقل بلغة الكرة هنرجع للسؤال دا تاني لكن مين من لعبين اللي شاركوا في البطولة هل تشايف إنه قد معلي أو كان في أحسن حالاته فنيا وبدنيا هو طبعا يعني نمرة واحد اللي قد المباريات كلها لحد الآن بمستوى سابت وقد واجباته في حدود المتاح ليه واجبات المركز اللي بيلعب فيه هم يمكن يعتبروا اتنين طارق حامد وسط الملعب كراجل بيلعب لاعب وسط مدافع مهمته استخلاص الكرة وبعدين تمريرها للإيه للجميل في بجودة عالية فأخطاءه كانت قليلة جدا نمرة اتنين طبعا كان الشناوي يعني الأربع مباريات لعبهم بمستوى أكتر من جيد جدا حتى المباراة الأخيرة مباراة الخروج دي الناس راضية جدا عن أداء الشناوي شايفت المتقلق فيه ده منع أكتر من هدف الشناوي اختبر حارس جنوب أفريقيا مختبر خالص فيمكن طريق حامد والشناوي دول أكتر اتنين قدوا واجباتهم طب دايين قلني السؤال مهم قد يكون سؤال محرق شوية بس لازم اسأله حضرت أفضل أفريقا أفريقا ولا هو نفسه ما كانش في أحسن حالاته ولا هو جاي مجهد بعد موسم شق جدا في ناس كيري بتقول هل لم يقدم صلاح ما هو مرجو منه وما يليق بحجم موهبته ونجمييته اللي كانت بتخلينا نقول أن هذا اللاعب يمكن كسوبرستار منتخب مصر وواحد أصبح من سوبرستارز للعالم كله أنه يرجح كفتنا في عدد من اللقاءات حتى بشغل فردي أحيانا ده بيعمله أكتر من نجم بمقيس محمد صلاح ولا هو ظلم لأنه لم يجد حواليه البيئة بمقيس الكرة والفنيات في الملعب اللي تصنع له أو تساعده على صناعة الأهداف وإحراز الأهداف طبعا يعني كرة القدم إمكانيات فردية وجماعية مهما كانت قدرات محمد صلاح فهو محتاج للتعاون أو تقديم المعاونة والفكر والنوعية اللي بيلعب جنبها محمد صلاح في ليفربول أكيد بتختلف عن الفكر اللي هو بيلعب من خلاله هو ده كان عبء على صلاح ليه؟ لأن بقت الفكرة كلها وإنت مغمب تكلم أحد وإيه ده حلم معنا صلاح فالناس بتفكر أنه هو الوحد ده البطل فإحنا إيه لو رمينا له الكرة هو حيتصرف هو حيتصرف برضو دي ناحية نفسية أثرت في بعض أو في كتير من اللاعبين في لقائبة كانت في لعب دورة على صلاح عايزة تديره كونة وخلاص هل هو في موقف صعب أو مش موقف صعب ودي من الحاجات اللي أنا استغربت لها مبارح برضو إن واضح أو فرقة جنوب أفريقيا يمكن أحسن فرقة قدرت تلعب قدام صلاح حالك توصل تحجم من تأثير يعني الرجل الزهير الأيصر عندهم رقم 18 ومن أحسن اللاعبين حتى لما كان بيطلع وبيبقى صلاح فاضي واضح إن كانت في تعلمات بإن المدافع الوسط بسرعة يروح رايح مايل في ظهر المدافع الأيصر عشان لو راحت لصلاح يبقى فيه لعيب بيقابلوا عبال الرجل ما يغطي المركز بتاعه طبعا دي كلها بقى تعب كبير على صلاح مش هيقدر يديك بالشكل اللي انت متوقع الحاجة التانية يعني إمبارح أنت كمدرب قاعد شفت إن النجم بتاعك أو أفضل اللي لعبين عندك أو اللي بتعتمد عليه بشكل كبير مضيق عليه المساحات وبيلعب عليه لعيبة مععرفين إن ده مصدر الخطورة هنا أنت ما فكرتش ليه زي ما بيحصل على الأقل غش يعني يورجن كلوب بيفكر إزاي لما يبقى صلاح مترايب كتير بيبقى صلاح في حاجة صاحب يروح مدخله ولعبه جوه ينقله شوية ناحية الشمال عشان يبدأ يفضل ساحل حد تاني من المهاجمين على الأقل خليه الخصم اللي قدامه يمكن ينسى شوية محمد حينقلنا للسؤال التاني إنه حد تاني من المهاجمين معناه إن كنا محتاجين دكة البودلاء تبقى جيدة يبقى فيه أوراق بره زي كهرباء ورمضان صبحي ومجموعة من اللاعبين صالح جمعة مجموعة من اللاعبين اللي عندهم حلول اللي تقدر تنزل ولما فيه رقابة مزدوجة على صلاح أو على تريزيجي بتدي فلس اللي لعب تاني عنده إمكانيات حقيقية في الهجوم إنه يخلص ما هي دي؟ أو يحرز هدف دي النقطة اللي مش متوفرة عندنا من اللاعبين اللي بيجوا من الخلف للأمام اللي هم اللاعبت وسط الملعب بالذات اللاعبت وسط الملعب بالذات انت بتلعب باثنين مدفعين وسط طارق حامد ومحمد النني مع احترامي طبعا لمحمد النني كلاعيب السنة دي كلها ما بيلعبش في الأرسنال فأثرت في مستوى النني من النوع اللي برضو يجيد استخلاص الكرة يجيد تمريرها زي وزي طارق حامد لكن ما عندكش لعيبة الوسط اللي هي الدريبلر اللي هي بتحاور صح أو بتوصل بالكورة للمهاجمين اللي هم بيلعبوا في الأمام أو بيتبادلوا الأماكن مع المهاجمين اللي هم بيلعبوا قدام وانا كان مفترض انه دور البلاي ميكر اللي عندنا خصوصا انه المفترض انه اللاعب مهاري عبدالله السعيد والجمهور خرج غير راضي عن هداءه على الإطلاق وانا شايفين انه من العناصر اللي ما ظهرتش مستوى جيد لان عبدالله السعيد عبدالله السعيد من نوع اللي هو تمرير جيد يشوت كويس يعمل لونج باس كويس لكن عبدالله مش محاور عالي المستوى والأسف كمان يقعه بالكورة بطيشة حركته مش سريعة يقدر ييجي من وراء لقدام فطبعا دايما اللاعب في كورة القدم الحديثة اللي بيقدر يحاور لاعب واثنين فبيحرر المهاجم من الرقابة بتضطر تيجي تقابله هو دي نقطة فنية يمكن ما كانتش متوفرة عندنا يمكن هي في تريزيجيه برضو تريزيجيه يلعب الأربع مباريات وراء بعض ومفيش مسندة من نفس من ناحية الشمال من ناحية الشمال من ناحية الشمال من ناحية الشمال البدني عليك بير فمتقدرش يعني انت مبارح المباراة بدأت بدأوا كويس مبارح يعني الحقيقة قال ليه كانت الخطوط التلاتة بتاعتنا كلها على طول في نص الملعب بتاع جنوب أفريقيا بس جنوب أفريقيا راخرين وقفين صح مية في المية وبعدين عندهم شيء مهم جدا بيعملوا بقى ناحية الدفعية عندهم برؤية جيدة الشق الهجومي بيعملوه بدون توطر بدون خوف بحيس انهم ما يروحوا مسكين الكرة حرج على حضرك نسمع رؤيتك كابتن شاكر لكن كمان هيشارك معنا هاتفيا واحد من كبار نجوم كرة القدم في تاريخ مصر والنادي الأهلي والمدير الفني لمنتخب مصر للشباب كابتن ربيع يا سين مساء الخير يا كابتن ربيع أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا ومعنا في الستوديو ضيفنا الكابتن شاكر عبد الفتاح يا كابتن شاكر كابتن كبير وبدر كبير أزاك كابتن ربيع أزاك كابتن أزاك حضرتك الحمد لله بخير ربنا يخلي كابتن ربيع رأيك إيه بمنتهى الصراحة فنيا في منتخبنا خلال مشواره في البطولة وصولا إلى دور الستاشر وتحديدا في مباراتنا أمس أمام جنوب أفريقيا والخروج المبكر من البطولة في دور الستاشر إذن أهلا حضرتك بالنسبة لك في إذنى السفر في كل جانب الفني ضع دكورة مش موجودة يعني خذنا حياتك على الصور البداء والمهاري والخص ما شفناش أي تطوير ما شفناش أي بينام ما شفناش أي فلسفة ما شفناش أي تجامس ما شفناش تفاوم لا الدنيا عندنا ولما لعبنا ماتش كانوا بفراسية بالتفاوم منظمة جدا عندها تقارب قطوط عندها فرديات عندها على المستوي اللي فيه تطوير غير في نهاية الأجمة مكشفنا محمد يعني الجانب الفني اللي بنفتقر طبعنا والقدرات أنا منتظر يا قدرات واحد ضد واحد وحداشر ضد احداشر فالقدرات ده مش ده منتظر ده جيل اللي كنا نأمل نيقدم كرة خويسة أنا طبعا كنا في دار منتظروا للماتش اللي جاي يبقى أنا على الماتش وبنكتب وعلى ما كاننا بس فيه أداة في بعض جدا من كل البعض عن الأداة اللي كنا منتظرين من هذا جدا فأنا أعتقد اللي فنيا باستخدنا أقدم بطولة ضعيفة جدا جدا نأخذ محمد كالترابية إيه إمتى ممكن ننتهي أو نتخلص من عودة الخواجة في اختيار المدير الفني المنتخدنا الوطني الأول واحترام تاريخنا وكل ما لدينا في جعبتنا من نجاحات في تاريخ الكرة المصرية كلها مع منتخدنا الأول مع مدربين أو مع مدير فني مصري ليه ما بنستفدش من التجارب السابقة ونتعلم من الدروس اللي بناخدها مع كل مقلب جديد بيتسبب فيه مدرب قليل جدا فنيا أو ضعيف جدا فنيا بنتعاقد معه بمبالغ ضخمة تضم نجوم كبار تضم إعلام تضم ناس مثقفين اختيار المدير الفني المنتخد مصر لا نفعش يا سيد محمد أكابتل أن واحد تاسي هو اللي يقول لاخد رأى احنا في الفرخية اللي عبد المصر لها مواصفات نحتاج مدرب معين المواصفات اللي احنا عوزين لو تنجع معنا زي ما نجع في الأهل ونجع في الزمالك فيه مدربين مش هاي حد يجي مصر ينجع معنا مش هاي حد ينجع مع المصرات الأفريقية أو أفريقية عموما فإحنا محتاجين واجنة جديرة على أعلى مستوى تختار بدقة وبعناية فائقة ندرب وننفعش واحد يحقق ندرب خالص يا كوندرب محمد يعني دي أهل حاجة عندك مجول كبار ما شاء الله عندك عندك لازل تختار لأن المدربين الكبار موجودين وأفريق كماليان يا ما شاء الله فبعناية فائقة غير عادية يعني هل حضرتك بتتفق مع كابتن شاكر عبد الفتاح أنه قال فيه أمر مهم جدا في إصلاح أمور الكرة في مصر أنه نبدأ بأن يكون فيه لجنة فنية مميزة أو لجنة حقيقية كلامها بيعتد به وملزم في الجوانب الفنية لمجلس إدارة الاتحاد كله يا سيد محمد دي أحنا كابتن الصراح فيه بالله يرحب الماسر اللي هو الماسر كان عام لجنة فنية ما كان عام لجنة فنية لكن صح لجنة فنية على مستوى لجنة فنية من أسناء كبيرة جدا شخصيات عظيمة ما تخبش إن الحمد لله عندها الجرى تاخد كرار لصارح العام آه ناخد أنا أقاية طبعا كلام من كابتن شاكر لجنة فنية على أعلى مستوى والنجوم اللي في مصر ما شاء الله وفيه يعني ما دايما لجنة من ناس كبيرة موجودة الحمد للأعلى مستوى مصر ما ليلة بالنجوم مصر لا بالنجوم ومن ناس المحتربة مصر مليانة ما شاء الله فأنا أقاية طبعا كلام من كابتن شاكر لجنة فنية على أعلى مستوى عشان تختار المدرب القادم من منتخب مصر بمشاية الله تعالى بعيدا عن الإخفاق الفني وخروج منتخبنا طبعا اللي كنا بنتمنى يستمر الآخر يوم في البطولة حابب تقول لكل اللي بيتابعك وبيسمعك دلوقتي عبر شاشة قناة الأهلي عن دور الجمهور في المساهمة والتواجد والتركيز على نجاح البطولة الآخر يوم فيها إن شاء الله البطولة طبعا للجمهور البطولة رائعة والفضاحة رائع ما شاء الله وتنظيم رائع وملائب ما شاء الله على المستوى وجمهورها أنا أقول أنه نجم البطولة الأول هو فرح جمهور المصري ما شاء الله وإن شاء الله إحنا نحن ببقى سيد محمل تكتشاكر وإذا كان ربنا ما قدرش البطولة من بعدها إن شاء الله يتعالى لأن المصريين بيعزموا نموذة جراحة كده من احترام وطول حب والاحترام والتصرفات إن شاء الله ما دلت من لازم كنشف توفير الفطولة دي وفي توفير البطولة القادمة إن شاء الله بشكر كل القائمين على تنظيم هذه البطولة إن شاء الله يبدو توفير قادم في الفطولة القادمة بإذن الله بإذن الله نكون موفقين ونأخذ بالأسباب ونعدل من طريقة إدارتنا لأمور كرة القدم فنيا تحديدا علشان الأمور تتحسن بإذن الله ومؤشراتها تبقى إيجابية بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك كابتن ربيع عسين نجم نادي الأهلي والكرة المصرية سابقا والمدير الفني لمنتخب الشباب فضلي كابتن شاكر تعقيم حداك على اللقاء له كابتن ربيع وهو كان حداك تتكلم في نفس الاتجاه اللي بدأ به عن فكرة ترابط الخطوط اللي شفناها في أداء منتخب جنوب أفريقيا بالأمس اتعد عن الأسماء اللي الناس طلبت بها وقالت إنه ممكن يبقى فيه أوراق مع وجود لعب بخبرات وليد سليمان ومهاراته لكنه لعب يعني مساحة قليلة من الدقايق بالأمس أو ما كانش بيشارك بدرجة كافية مع المنتخب لكن عموما اللاعبين اللي من النوعية دي رمضان كهرباء اللي بيقدروا يحمله فرق في لحظة أنت طول ما أنت معاك أدوات بتبقى عندك حرية في الايه في التفكير وفي الاستبدال وفي التغيير الفكر بقت عندك واحد بيعرف يحاور واحد سريع واحد بيدافع لأن كرة القدم هي ثلاث خطوط متقربة متجنسة متوافقة مع بعضيها فلازم يكون عندي كل العناصر وخصوصا في بطولة كل العناصر اللي زي دي وخاصة أن أنا هتنقل من دور ممكن يكون في التلات متشاة الأولين بجمع يعني فيه فرق دخلت وعندها نقطتين وفرق دخلت وعندها تلاتة أنا كل يعني بقنا بنقول إحنا جايبنا العلامة الكاملة طب أنا ما عنديش اللي بيقدر يشتغل معايا على الوقت الطويل اللي هم التلات متشاة طب لما جي خش بقى في طريقة الملاكمة بالنكاوت أو بالضربة القاضية ما لازم يكون عندي اللي بيقل اللي بيمتلك قوة الضربة القاضية اللي هو يقدر يجيب لي هدف يعني أنا ما عنديش مش متوفر في الفرقة بصفة عامة عنصر الهدفين المتغلب يعني أنت محمدي جايب جولين تريزي جايب جولين وصلاح جايب جولين أي حد تاني مفيش حتى الفرص مهاجم الصريح مفيش ولا واحد حتى الفرص ناجر ممكن يبقى عندك الناس بتمتلك عنصر التهديف من نص الملعب بس مش متوجدين برضو تريزي جاي مع احترامي طبعا وتقديري ليك لعيب لعيب كويس جدا وبيبزي الجهدي قوي جدا وبيصنع فرص وبيعاون لكن ما هواش ما عندوش ميزة ما عندوش ميزة الهدف الايه الساري يعني ممكن يجيب لك جول كل 3-4 متشعات واحنا الناس تفقالت جدا بان تريزي جاي هيكون عامل مرجح لكافة الفريق لما انهى الهجمة واحرز الهدف في المباراة الاولى امام زنبابوي الناس قالت ان شكل اداء تريزي جاي بيتطور بس الحقيقة انه باقي المباراة ما كانش بييني الهجمة بالتهديد فيه بتبقى صفات او مواصفات اصيلة في اللاعب تريزي جاي ما بيوصلش دايما للمرمى كتير لكن بيوصل زميله للمرمى كتير فالحالات دي ما بيمرش بيها كتير فالمهاجم او الرجل الهداف لما بيجي يجيب جول بيبقى دايما عنده احساس بالمكان وده مهم اوه في الكورة تريزي جاي الاحساس بالمكان عند المرمى مش بالشكل الكبير العالي اوه لكن يعني مبارح هو هما الفرصتين اللي ضاعوا الاولانية اللي لعبها ببطن رجله في الشاط الاولاني اللي لعبها له صلاح والتانية اللي حب يلعبها مباشر هو لو عنده الاحساس بالمكان كانت الاولانية شاطها بوش رجله التانية اتعملته التمريرة طبعا ممتازة من محمد صلاح هو لو عنده الاحساس بالمكان من رؤية في المكان كان عرف ان هو بقى منفرد يبقى كان ضمن الكرة الاول بدل ما كان يلعبها مباشرة لكن هو طبعا بيقدي اداء كبير ومفيد طبعا بس التجميع بقى في الاخر مين مع مين مين حيالعب لمين هي دي اللي ايه اخيرا حبيب تقول ايه للجمهور عن البطولة عندنا لسه الحدث مستمر وده جزء مهم جدا لابد من التركيز عليه بعيدا عن حساباتنا الفنية وقضية المراجعة لاتحاد الكرة ومتابعة ما حدث وتسبب في هذا الخروج غير المرضي بل والمهين هل تقولي عن البطولة واسهمنا جميعا في كيفية المساهمة من الكل فيها ان تنجح البطولة واستمر الاقبال عليها ومتابعتها الاخر يوم طبعا يعني نتمنى نمرة واحد يكتمل العمل الممتاز من بداية من الافتتاح التنظيم مجموعات العمل سواء الناس اللي كانت بتستقبل الفرق اللي بتقوم على رعايتهم في التدريبات في الفنادق التنظيم بتاع الوقت بتاعهم كتدريب كمباراة طبعا دي كلها الحمد لله ماشى زي ما هي نتمنى ان برضو الجماهير انها تروح تحضر المباريات عشان تنتهي فعلا البطولة بالشكل اللي بدأت به رغم ان احنا طبعا اصبحنا خارج المنافسة لكن دوت يؤكد ان الشعب المصري شعب بيحب بكرة القدم بيستمتع بكرة القدم صحيح كنا نتمنى ان فرقاتنا هي اللي تكون في الصدارة لكن لينا اشقاء عرب موجودين ان احنا نؤذرهم زي الجزائر زي تونس في برضو اشقاء او اصدقاء افرقى لابد ان احنا برضو في ناس تسندوا في ناس اكيد بتحب الفرقة دي استمتعوا بقى الجمهوري استمتع بقى بكرة القدم بعيد عن اي اصارة او عن اي مشاكل طبعا نتمنى ان المسؤولين على كرة القدم ايا كان هم مين ان هم فعلا تتعامل حتى بعد طبعا يقال ان طبعا معظم اعضاء مجلس ادارة او مجلس ادارة استقال ان برضو ما نستناش حتى ايا كان اللي حييجي يدير العمل داخل اتحاد الكرة دلوقتي ما اسرع ما يمكن يشكل على الاقل لجنة خاصة بكرة القدم هي اللي تشتغله وتعمله التخطيط اللي المفروض انت عندك الموسم لسه ما انتهاش الموسم لسه فيه مبارتين للنادي الاهلي ومبارتين ثلاث مباريات للزمالك طبعا فيهم اطراف المقاولين وفيهم الجونة والاهلي والزمالك الموسم ما انتهاش فيه كاس مصر موجود في الاجندة لحد الان فيطرة اللي هيجي محتاجين 100% زي ما قلت وزي ما كابتن ربيع اه ايد الكلام في ان يكون فيه لجنة فنية كروية على اه مستوى عشان الموسم ينتهي وتكون بتخطط للموسم اللي جاي عشان خاطر ما يحصلش اخفاق في كرة القدم نتيجة الايه الفصلة اللي ما بين اتحاد اه استقال وما بين ناس مسؤولة هتيجي تدير المرحلة دي المهم جدا حتى يتولى اتحاد المسؤولية او تنتهي مهم جدا انك انت تختار ناس تدير لك الموضوع وعندنا ناس اكفاء كتير اوي نذكر منهم طبعا على سبيل المسال ربنا ادي له الصحة عقلية مفكرة كروية كبيرة سواء كان لاعب او مدرب او محلل كابتن طاها اسماعيل فلازم دلوقتي الظروف دي بتجبرني اننا لازم ان الناس فعلا دي هي اللي تدير او تخطط لكرة القدم وملهاش اي اماغراض شخص موفقين وحتى نعتمد شوية على الخبرات المصرية ونشوف الانسب في الفترة الجاية ونتخلص من عودة الخواجة بمية ولا مية وعشرين ولا تسعين الف دولار او يورو في النهاية يطلع انه مالوش علاقة بكرة القدم وانه اشبه بان يكون او اقرب لان يكون مدرب في اي لعبة تانية ممكن يكون مدرب كرة مية مش كرة قدم وبنتفعله فلوس لا بيلاقيها قبلنا ولا بعدنا في اي مكان تاني في العالم بنتفعله تلات او اربع اضعاف ما يحصل عليه في اي مكان تاني نرجو ان احنا نتخلص من العقدة دي وندير امورنا ونثق في كفاءتنا شوية انه مش اضافة مجرد ان يقول مدرب اجنبي الى لو كان اضافة فنية حقيقية ويستحق ما يتقضى مش مجرد بالاسم انه مدير فني وهو لا شيء وليس اضافة على الاطلاق بالعكس اي مدرب مصري ممكن يدي له محاضرات بلغة كرة القدم ودي في اكتر من تجربة شفناها في الفترة اللي فاتت مؤسفة ونتمنى انها ما تكررش في الفترة جاي بحساباتنا فيها ثقة شوية في قدراتنا ونبطل حكاية عقودة القواجة في موضوع تدريب او مدربي منتخب مصري الاول لكرة القدم بشكر حضائك على وجودك معنا كابتن شكرا بالفتاح شكرا جزيلا لك شكرا يا كابتن شكرا 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 لكم على المتابعة ايبقوا معنا فقراتنا مستمرة وبعد الفاصل حوار اخر مع زميلنا محمد سعيد